والكلمة حرة كيف شهرية السيدانيك ثلاثة ملايين وثلاثة مئة ثلاثة مئة عليش تبركر لو كتير كيلو الحم في تونس بخمسين دينار حتى نقول لينو خلاص مئة الف شو نقول لك تبركة ايه تبركة على البركة معناه والله شاة التونسي قداش كيلو الحم مالي واربعين دينار نعم خمسين دينار ما للي يخو في خمسمية ولا مش خالص والله يشوف احنا فامتني ساعة قبل كل شي يعطيك من ساعة الاستضافة مرحبي وهلي سايروا كله معناها خاطر كي نبدأ ونحكيه ثم الناس مكلفين بمهمة انو بش يشوشوا على البرلمان وثم الناس معناها نعرفوهم تاريخهم ونعرفو الناس هذوما توجهاتهم السياسية ونعرفو شنو اللي الدور اللي قاعدين يقوموا بيه ومن اول منهار بدي البرلمان هذي يظهر لي الناس كل تسمي فرواحة على خمسة عشرين جويلة وتسمي فرواحة فابتني هوم المناظلين والناس لاخره فابتني جاي تحب تمتز الدولة وتنزل البلاد وهو ما فابتني ايمة فابتني فوضة لا ونحن فابتني الشياطين فابتني كذا تعتبر بانو البرلمان الحالي يتعرض الى هجمة الشريسة والله الهجمة الشريسة فابتني انتي ظهر لي لحظتوا كان لحظتوا حاجة هو انو بعد انو النواب شدوا صحيح في قانون تجريم التطبيع ثم الناس مش عجبها الوضع هذي هي ما نحكي لك مو كلها فابتني في بعضها شدها بعضها توا ثلاثمية وثلاثمية تحبوا تزدوهم سمحني احنا شادي نسحية باش نزيدو اكثر عليش نزيدوهم مليون هو فابتني احنا هذي فابتني قالو متاعه ثلاثة شهور هاونا حكيوا اللوجيك اليوم ما حكينا حكيوا عليش مشاول للنواب فقط اخي راو نايب راو يمثل وجه الدولة خناي باش يجيب في مرور الخلعة وشورطة مو لازموا لبسوا لازموا فابتني كذا و باش يحظر اليوم النايب قاعد يتنقل على حسابه وثمه نواب من الجنوب ومن الشمال الغربي ومن غيره شو ليه تنقل احساب مش تتنقل ثلاثة مية سمحني مش تتنقل بركة اخي ما عنديش عائلتي ما عنديش اولادي ما عنديش شمال هالناس قالي فانتي ثمه ناس كاري هاللي في بلاي سخرة وزيد جاي الهنية كاري احنا فابتني طاول نحكيه اليوم وين الي يخلص ارب عملين وسبعمية وعندو زود سيارات وعندو فابتني الفي تريسونس وعندو فامتني كذا علش ما تكلمتش الناس اليوم هاي وزراء نحكيه في البلاد رو مش كان النايب اليوم رو نحكيه ولكيلو الحم بخمسين دينار في تونس الجيش فامتي بعشرة دينارات اليوم انا فامتي تمشي اقل حاجة اليوم قتلي تحكي على القبل رو كانت يترك لصنس بصناش 200 فرنك اليوم يترك لصنس بل فين واش رو الناق اليوم لسيرونسكي كانت تقبله وكتلي تعمل الشهرية متاع النايب رو كذي هذي حاجة ثانية بسبب ميزانية المجلس ميزانية الدولة ميزانية الدولة لا 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 ما اريد لي كما هي في ميزانية المجلس وما زادتش ميزانية المجلس هو افانتي قبل كانون 2 و17 نايب وصنع مئة وخمسين نايب الي موجودين لكن الغاية مش غديكة حتا لو كانون 2 و 17 نايب اليوم هاتش نشوفو وضعية النواب هون نحصبوها احنا نحصبها رو مش انرهور ثلاثة منائن وثلاثمائن اليوم نحسبه ما ترش اه احنا فما ناس معناها لبس عليها مادين وكذا وكيه ما فما ناس اخرى زواولة فما ناس اخرى جاية من الجنوب وجاية من الشمال وكارية الهنار شوية عليها تفنية الهنار اكل دار الهنار بثمانمائة وتسعمائة دينار في واحد وزيد كاري دار اخرى لعياته ايه هو كترشح مش عارف هذا الكل سلم احنا مش ترشح اشتو ان تعمل معناها توذية ضريبة يتفع ضريبة يزمو كيترشح يزمو يجوع يمسي روح صباح من المجلس يمسي يطلب يقول يا كريم تعالى ايه ما قالش حتى تقولنش في لي ما قلناش مش معناها يجوع ما قال حد يجوع هو شعب جايع بطبيعته لا سمحني الشعب جايع ما هيش معناها احنا اليوم موجودين هنا في المجلس هو احنا باش نعاودوا باش نحاولوا باش نصلحوا معناها ما يمكن اصلاحوا لكن زادها نفس العملية انا كنايب شعب نمثل الدولة التونسية هلقارنوا بالمجالس نواب الشعب في البلايس اخرى بحاجة بالدول العربية لا بساد الناب خرب دين ونحط وخرب تلاف الملين و تلاف مية بالنسبة ليكم شوية شوية شنية حكاية المليون دينار اللي طال لهذه المليون هذية فامتني سمحني المليون اتزادت في اطار احنا طالبنا انه باش تبدأ تتكارن معناها باش يتدونا في الشهرية لخاطر نظرا لانه النواب ملقاوش رواحم معناها في مصروفهم وفي عائلاتهم وفي كذب ملقاوش رواحم ناس اليوم احنا وزيرة النقل محبش معناها يعطي للنواب معناها الكارتة اللي يمتع له للنقل يركب على الحساب ويجي فابتني من جربة ويجي من مدنين ويجي من تطاوين ويجي كذا يجي على حسابه اليوم الفطور روا فابتني غاديكا في المجلس نواب الشعب مش كماليكاني يشوفوا فيه معناها بس بعتاشهم دينار وبعشرين دينار ومش بعشرة دينار وين القهوة غاديك كانت بخبتناشن مائة ولمبدينها لونجيتاويكة بثناشن مائة دبوست المائة صغيرة بثمانة مائة معناها توا بش تولي شهرية لارب عملين واربعمية والله احنا مزلنا مولدش هي توا احنا شوف احنا فابتني المرة هذي الناس تعاني نواب تعاني بياتب معنا الكلمة روما تراشقن البوليميكا اللي نعملوها احنا اليوم في وقت يوسف الشاهد شهرية الوالي بارب عملين وسبعمية وعنده زود السيارات وما تباح من نيسانس وما تباح من شوفرة وزيد دار ووقت يوسف الشاهدة تزادت شهرية الولاد هي نفس الامتيازات ولا لا عطينا فامتني احنا اليوم من شنية الفرق ما بين والي ولا ما بين معتمد ولا ما بين نايب شعب شنو النواب هما اللي منبوذينا لا لا عشنية عطيني الفرق عطيني شنية الفرق عطينا مسار السيلوطفي عطونا شنية الفرق واحنا نخدمه زادا لا لا فاش نجوه انا نحكيلك فاما فرق قتلي الفرق ما موجود حتحنا نخدمه مسئولية كبيرة عنك والي حتحنا اي سمحني مسئولية متفاق معك امم انها مخلطوش هذا لا لا ما قلناش نخلطو احنا قلنا تويكا تقول لي راو الشعب جعان مش عماناها احنا فامتي كتالبو بحقوق النواب انواليو احنا بش نخليو الشعب جعان و احنا بش ناكلو المنامهولي فاما ما قلناش هذا خطاب شعب اويا خطاب بعيب مش مش بيه ليوين المشكل صديقي العزيز مشكل في التوقيت لا اكثر ولا اقل اليوم التونسي عنده سنوات عنده حساسية كبيرة من الفلوس خاصة الفلوس اللي ياخذها المسئول احنا نعرف واقتطاع بن علي عملت الناس وقت داخلوا الاقصر جبدوا الفلوس وقالوا اليوم مواطن هاي فلوس صحيح مش خاطر ما تخدموش لا خاطر ثم اغنية سرقين ليكم فلوسكم اقعدوا غادي هاني عملت لكم صلحة جزائية وعما بش نجيب لهم المنهوب وبيش تاخذوا وتولوا الناس كل بس عليكم يعني هذا بيع الوهم اللي قاعد يستمر هذا اللي خلق عند التونسي حساسية كبيرة ياسر تجاه المال العام وقت اللي رأى انو النايب في منظومة جديدة جابها قاية سعيد خمسة وعشرين جميلة تنبني في جوغرها على الشفافية وخاصة عن نزاهة والتعافف والطهورية ويطلع المجلس هذية كنقيض للمجلس السابق وبعد ثلاثة شهر يطالب بالترفيع في الشهرية بمليون هذية خلق انتباع سيئ جدا عند الرأي العام في تونس لاكثر الاقل ديما نحكو التوقيت والانتباع الانتباع لكن الانتباع تعطيه اللعبات يعطي صورة خاطقة جدا وبالتالي كان عليكم ان تتوقعوا مثل هذه ردود الفعل شوف تفضل يعني نائبة كان في عهد بن علي يتحصل على مبلغ مئلفين ومئتين دينار ولكن كان يتمتع بمجانية النقل وكان يتمتع بمجانية السكن اللي تنقل هنا خاصة في الفترة هذه متاع المداولات ثم نزل على الذمة يقيم فيه مجانا في عهد السيد محمد الناصر تم الاتفاق على اساس التخلي عن النزل وتعويض اقامة في النزل والتنقل بمنحة اضافية المنحة ما بين تسعمية وألف ومئة نونك عليش وصل ثلاثة الاف وثلاثمية انا اسبق وان عملت دراسة صغيرة مقارنة بين اجور النواب في عدد من البلدان العربية والافريقية القيت وان النائب التونسي عنده اضعف اجر بعد الاجر متاع النائب المصري الاجر متاع النائب الفلسطيني حوالي ثمانية لاف دولار بالامتيازات اللي توفر النائب الفلسطيني يقول ونعرفه الوضعية اللي تعيش بعلاني بالتالي انا في تقديري المتواضع انه حفظا لكرامة ممثل الشعب انه تكون عنده معانته الاجر متاعه محترمة باش بعد ملو موش عليه ونقولولو هاك توطأت باش تبيع فصل بكذا ولا هاك القيناك احنا متركن مع رجل اعمال وفما لوبي مالي قاعد يضغط عليك لتمرير قانون كذا وكذا هذا حفظا لكرامة ممتاعه اما انا كما قال صديقي لطفي التوقيت جاف التوقيت الخطأ مع الاسف كان من ممكن هذا منذ بداية العهدة في 13 مارس يتم التوصل الى مقبل ما تبدأه يقول واي سيدي مقترحك ونؤثر في اجرة النواب ولا في المنحة متاعم كذا ربما يرى يتعدات دون ضجيج ودون جدال اما توا مع الاسف فما تركيز على المجلس هدايا هالا اعتباره انه مجلس ما يمثلش يمثل كان 11% من الناخبين فقط اكعليش فمت عملية الترديل هدية سيد النات بعيش تعتبر بي انه فما حملة معناها مهيش مش سبوطاني ماو صارت المسئلة متاع انتي قادة اختيار توقيت هاتي انتي تعرف انه من اللي بداية المجلس هدا والكلمات على الوقت اللي انتو ما يمكن احنا طوي نحن دوربي على حاجة نحن دوربي قالوا فابتني نحن دوربي على الحاجة انه مقالوش النواب هذوما او بداوا فابتني كما قالت هوا سيبراهيم يبيعوا في القوانين ومعناها رجال اعمال ويمكن قالوا فابتني طالبنا بالزيادة وهذه قمة في الشافافية احنا اليوم لكان نبداو نحكيه حقيقة ونبداو حفاظا على هيبة الدولة وعظم نواب الشعب يمثل هيبة الدولة هو انه اللي قاعد يصير هوا تواضيع فابتني مغلطات ومجانبه الحقيقة من الناس نعرفوه من الناس نعرفوه او اليوم مش فازوز تلافز اللي يتعداو فيهم الناس هذومة وتقدموا ونعرفوهم الناس هذوم كيفه؟ لانه هلي موجودين اللي يتعداو في التلافز هذين نعرفوهما شنية لو جندال يقدموا فيها وكيفهش جاو ثم الناس نعرفوهما اللي كانت ساكنة في غراجات وكذا دوباجات لهناه واذا به اليوم وفابتني معناها بشي يتمسح للسلطة وبشي يولي في منقه من المحاسب ومن الملاحقات يعني بشير ملعب امتاع ولا النواب احنا نواب شعب طاعدين نخدموا على الروحة رشعنا بحداش ولا بثناش ولا بخمستاش صارت انتخابات في البلاد اترشعنا صوتتنا ناس ما معرضنا لحتى حد كنون مشات الناس صوتت في مرحلة اولة احنا جيرنا جابنا صندوق انتخاب بمعنا ما جيناش على ظهر دباب وما فكناش البرنامان هذا لكن طالبنا في اطار الشفافية وفي اطار التوضيح نظرا للغلاء اللي موجود على جميع الأصدق في السكن وفي المعيشة وفي اليومية وفي غيره اليوم طالبنا لحفظ ماء الوجه النايب انه يكون في المستوى اليوم كيف نقوله واحنا راو من وقت في محمد الناصر الى حد الآن الزيادات الي صارت في الكراة وفي المحروقات وفي غيره راو زيادة ما تقريبها ستة ولا سبعة مرات واحنا مازلنا غادي اليوم عندك حاشتي احنا طالبنا بالزيادة طالبنا بالزيادة حسابية ومستعدين احنا مع المجتمع المدني ومعه مش غيره هل طلح صباح فما ناس يجيه كاري الى هنا تويكة في بحث المجلس بسبعة مية دينار باي انا سؤالي الى هنا ايه تار شافة فيه الي سيادك تحدث عليها ما كانش بالامكان استثناء النواب الي هما من تونس الكبرى الي ما عندوش كراة وعدادهم كبير داخل المجلس كانوا ينجموا يقوموا النوابه ذوما يقولوا يا سيدي احنا موافقين يجيه من مدنين يدفع مية تلف كراة لواج ومية تلف لكن النايب الي عيش في تونس العاصمة شنو اللي يتبدل في حياته وقت اللي يتخلى المجلس علاش يشملو الزيادة هذيه والله هو كلام معقول روا احنا شوفوا ما هي ما توا زيادة اللي صارت هذيه استثناء نظرا للي صار راوا يصيلوا فيه احنا راوا مش معناها مبرر راوا مانيش مبرر انا مع الزيادة هذيه اللي صارت على خاطر احنا رينا وضعية نواب اللي وضعية مزرية وضعية خي هاني جيتك مدنين الميزانية لتاع البرلمان مش محسوبة شهاري كل شاي تاو زيادات كيش تزيدو مليون في مية وخمسين نايب هكا هم راوا يظهر لي بتاع المرة هذيه بتاع ثلاثة شهور احنا احنا طلبنا زيادة والنجمه انا مثلا انا نسكن في سليمان النجم نكون غير معني بالله انا 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 نتوم ونقول لك من المنبر هذا معناها كلامك سيلوتفي هو انه تونس الكبرى وحوازها يكونوا ما يتمتعوش بالزيادة هذيه وانا معاك اما الناس ما يسالش يا سيدي ناخدو مية كيلو متر ما ينجم ما يتمتعش وناس اخرى تتمتع الناس اخرى كاري الى هنا اما راوا باش نحطو الناس كلها كيف كيف زادة هذيه معناها الحق ما يجيش اليوم احنا نوابة جيك من سوسة ومن سفاقس ومن زرزيز ومن مدنين ومن تطاوين منين؟ منين مش يجيب ايشنو ثلاثة مليل وثلاثة مية؟ انا نحكي لك فطور يفطر في المجلس وتشوفوا فيها كروفات ياودي كروفات انا كروفات ياودي ترفض جيش محروخ تقولي كروفات انا تكون عايشون علاش احنا ما وقلنا ياودي تجي الناس تحبوا عشافة فيها فطور الكروفات يحكي اكلوا فاش مع عضوكم اني جايين تقوا في البلاتوات ويتمشعوا واحنا نتذكروا فهم الناس ريناها قبل جار كانت منزلنا تشوفوني في التلافز تضربوني بالخرتوش اليوم والينا فامتيك اخويا انا منحبش المزايدات انا واحد بالناس شوف المقترحة متاعك محلية سيلوت فيه يا اخويا الثونس الكبرى وحوازها ما تمتعوش حقوقها واحنا نحبه نواب ما يمد يده حتى احد نحبه نواب يا سيدي ميسالش اروا موش معناها الميات نايبة اللي فامتي بش ياخذوا ناحي الخمسين اللي يبدو اقراب لانها الميات نايب بش يفقروا الدولة بالعكس بالعكس اليوم احنا مقارنة بالنواب في الدول العربية وفي غيره كما كان يحكيلك الفلسطيني ثمانية الاف دولار احنا قلنا بابتني راه هو ميسالش والنواب قاعدة تخدم وقاعدة تجتهد ونواب ماناها تشوف فيهم حتى في ردود معناها ما نجمتش النوابة تردوا ومساكن حاشمين وكذا ونظرا لانه الضغطة لمصلت عليهم وهو شعبوية ونوابة شلية معناها انت تتحرك من هنا يا سيدي ثماش في تاريخ الواحد عندما نواب رفعت الحسان على نايب او المجلس هذا فهمتني واحد تقلق اخوية للشافة فيها وكذا يا سيدي هوت رفعت الحسان على نايب وخليه مش رفع الحسانة وخليه يتقاضى نظرا لانه خليه يجابه مصيره وفلله كذا وقلت لي كانت تتنجب الحاجات هذية هتصير قبل ما يمشي السيدي ترشح المرة هذي قانون التجريب الناس كل خدمة يخدمني عليه النواب كل ومتعدى في اللجنة وتشوف معناها بش يتعدى يمكن مش بالاغلبية النواب كل اللي في المجلس بش يتصوت ان شاء الله الاسبوع القادم جلسة عامة وبش يتعدى فيها قانون التجريب خلينا توا فهمتني احنا الدنيا كل اه مليون النواب استغنوا هذي نواب متاع سرقة ومتاع كذا شنيه نواب متاع سرقة اليوم كاسكروت اخويا بقعبة بيت زي بعشرين دينا شفت كيفاش مسئلة توقيت توقيت لكن سماحني من اللي كنتوا بش تتعدوا كأبتال في رأيي احنا فابتني مالاش نلوشه في البطولية احنا نرذيو في ضميرنا اليوم القضية فالسطين هي قضيتنا قضية الشعب التونسي الكل وقضية معناها القضية الأمة العربية الكل اليوم اللي كان تم حاجة وحدتنا تونس هو وحدتنا القضية الفلسطينية يا صديقي المواطن التونسي اللي اليوم منشغل تمام الانشغال بالقضية الفلسطينية تعرف اللي المواطن هذي عنده دينار تبرع به الفلسطين تعرف اللي مواطن تونسي مشاش بدل فلوس اللي عنده عشرين سنين لم فاهم بش يعمل عمره وتبرع به الفلسطين وقت اللي هو يضحي بالطريقة هذي ويالقى النايب اللي غدوة ماشي بش يعمل قانون تجريم التطبيع معادش صدقك وانتي مسبق زيادة بمليون كان جيت وقلت في ثلاثة شهر هذوم الزيادة هذي بش تبرعوا بها الفلسطين ايه مجيبش نقول ونخذوها الشارق والله تكون عندها مقبولية والله سينات وكانت عدوه وكانت تقول ران الشارق بقى زدنا مليون مش نعدوه معنا عطوه عمرنا كل الفلسطين ارى وعندك ناس تريد يا سيلوتبي انتي توا انتي انتو مراكم عندكم انا ما عرف اللي انتي مقتنعة قال لي ثم ناس تقدم فيها جندات معاهنة احنا سيدي عملنا دورة معنا اوذينا في عريضة انه النواب بش تتبرع الفلسطين بش تتبرع الفلسطين بش تتبرع الفلسطين واحنا من الناس اول الناس اللي مسجلنا انا بش نتنقلوا احنا الغزة نواب بش نتنقلوا الغزة وسجلنا يا صديقي ما عاش تحكيلي على الناس اللي ايه ما هو اللي كان يحبه وعلاقه في بداية كلامي انت رك تعم شوية خنكلمك لا في بداية كلامي قلتك راو في بيخص قانون التجريم حبوا يميعوها العملية وحبوا فهمتين كذا راو المشكلة تاع السياسيين عنا ما يحبوش وما يعرفوش يصغيو باهي انك تتهادث وخير انك تعرف تسمع يعنو كي تعرف تسمع يبدأ عندك شطر الجوان وبالتالي انتو ما معناه راو نعم تعملوا في السياسة وفي السياسة ما فيهاش يا ما مرحميني ما تتصورش اللي يخصومك بش يفرشولك سجاد احمر يقولولك تفضل ومرحبا بيك وبالتالي التشكي والتباكي والتظلم من المؤامرات اللي تحاك ضدكم هالي داخلة في اللعبة السياسية واللي تخل السياسة يلزم ويستعد لهكذا ضربات اللي يدخل المطبخ ما يزموش يستغرب انه تحرق بصبعه بالجاز يكفي من التظلم ومن التباكي ومن التشكي هذا في ايطار اللعبة السياسة فاهل بها وفاهل خائب وفاهل خاصة الضرب تحت الحزاب ومعناها التآمر تحت الطاويلات كنتو لا 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 بارتو لا لا سياسة بارتو لا اسمع كلامك توسيل لطفي من كبرى ديمقراطيات كنت النواب اللي بعاد يتمتعوا شوف كلام محلية مقنع احنا ماشيين فيه اما احنا مش نقولك حاجة ثم ناس رو حتى في داخل مش في المكتب المجلس مش نحكي عن نواب كإدارة كإدارة انه اختاروا التوقيت هذا احنا من البكري طالبنا وطالبنا رو المقترح هذا وهاني على هواه وهوا يسمعوا فيه نواب ويسعوا فيه طالبنا قلنا النواب انهوما خارج تونس الكبرى ماذا بينا تقع زيادة امتاع احمدهم ولا تبعهم بالكراه اما احنا رو طوي التوقيت هذا رو ما طالبناش احنا وقتاش التوقيت بالضبط رو رو ما احنا كنا رو نسمع نواب رو تعاني التوقيت فيه جهل خاطر السياسة تختار حسن التوقيت السياسة عاش قلت كبرت ايه هذا ما يمنعش حال خاطر احنا في سيفيسو التوقيت يولي نايب انتي هاذي كمال كنا نسمعوا فيه ونايب جعان ونايب صيح شعب التونسي مش نحيله حواجي وخليه معي تيزينا مش شعبوية هذي شعبوية اه نكي نمشي نتامر مع رجال العمال منعاني وناخذ من عنده باش نعديلو قانون ولي باهي هكا احنا في بالنا بيكم وللنفس المسار لكوبا ذوما اليوم في بالك رئيس الجمهورية برد فضل سيلة لا انتي لهو فاصل اجهاري وراجعي موسيقى 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 شكرا 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 برئاسة سيد محمد الناصر بش يضيف ما بين تسعمية والف ومية ولألف ومتين دينار للنواب تمت التهيئة للرأي العام لهكذا زيادة لنا نعرف الحساسية الكبيرة وقت اللي فما نائب ولا مسؤول او قرر بش يزيدوه ورغم ذلك صارت التفاعلات ما كانتش ايجابية ازاء هذا القرار وتم تسويقه على اساس كون ورانا نحينا اكل اقامة المجانا هذي كاري اللي كانت التكلفة متاحة كذا هنا نحيناها في عوض ربش نخلصها نعطاه للوتيل نعطاه للنايب والنايب يدبر رسول هنا ما تمش تهيئة الرأي العام لهكذا زيادة جيت وكعين على حين يغره معا انت اكتشفوا توانسة انه اه مليون ولو يصبح على المليون واشكون طوى قادر بش يتحسر على مليون هذي شنية خلينا بربي القوس هذي ربما مش خلينا سكروا خلينا ملاحظة اخيرة شوف شوف هو احنا طوى شنوها كلنا طوى وانا راو تهيئة العالم انا كان بيودي وهذا يلزم في الاصر انه رئاسة المجانا المجلس وإلا فهمت الناس اللي مسؤولة على حكاية دي خرج يوضح طرعي العام وعندكم ما انا نايب رئيس مطلب الاعلان انا كنا توافبت اول شي اه نورمان مو رئاسة المجلس تخرج توضح لنا كلام هذا واحد اثنين اليوم الشعب التونسي راه هو نأكد لك انا نأكد لك كان تدخل الصفحات وتخلص كذيه ما تلقاش البوليميكا اللي موجودة عندك اللي ربعا ناس اللي هما مكلفين بمهمة عليش على خاطر يعرف الشعب التونسي من وقت سي محمد الناصر الى حد الان معناها الزيادات زادت عشرة مرات اليوم لكان يحب نايب شعب يمشي يتسلب ويمشي بمتعتيني ويعمش بكذا والله هذا ما انزل الله به من سلطان احنا مقترح متاع سيلوتفي انا واحد من الناس مقتنع به وخلنا فبتني تونس واحوازها الناس تستغنع على المنحة لكن الناس الابعاد والناس اللي كذا يا اخويا يتمتعوا بالزيادة واخويا ميسالش احنا موافقين عندوها في جلسة عامة وما عندناش حتى مشكل اراي القضية متاعنا شنية معناها احنا اليوم اعضاء مسنوية بتعاني وباش يبدأ يخدم في ارياحية ويبدأ في امتي هو فبدي الهنية والله انا معناها فما حاجات نشوفها ما نحبش نعاودها ما جالس بالامنات اما نشوف انا في نواب تعبيد شوف في نواب تعبيد ايش اشوف معناها شوف الحالة اللي معناها اللي عيش عليها النايب اليوم شنية فايدة متسمع 3000 و300 ايه 3300 معناها راوة اليوم عنا تضخم الفورو كما قلت الفورو نايب يخرج في الفورو ماذا تلاتة الاف و تلاتة همية؟ معناها رامة تلاتة الاف و تلاتة همية؟ اعمر حسابك فهمتني اه ما يشتريه سابعين كيلو الحم شو تلاتة الاف و تلاتة همية؟ اليوم علوش فهمت يا اخوية فستوكم زوزوا من اي؟ اي 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 شو معناها؟ نمشي قول يا كريم تعالى مانا انا نجيه قدام بسيدي ما احرز نعمل اصحيل البلاستيك ونقول يا كريم تعالى عطيوني يا سيداني براو كيما كنوا يحكيوا معاك ربما لو كانت الظرفية الاقصاطية والمالية انت على الريد لابي الظرفية اش نعملوا عادة نقولوا كيف اش نعملوا ضرفية او ضرفية جات علناية انا اجمع لجملة يا سيداني بخوا نقامل جملة يتربى باش معاش يترشح ولكن بصفة الانقلية المقارنات بوش تصير فهمت شنواه انتي تقول تلاتة الاف تلاث مية حات شي وهي علي سبعين قيلو الحم هما اليوم اللي حتى السميق مخلطلوش دونك بصيفة انقليبش يعمل لكم بغي زورة هو ربي خلقها درجات اخي بتاو فهمتي واحدة او انتي تاو انتي تاو كي ما فهمتي لا لا سمحني اخي ربي كان قادر بجيبها الناس كلها كيف كيف حتى من ناحية العلم والفكر الناس كلها مش كيف كيف انتي اليوم ثم نخبة ثم وزراء ثم رؤى رئيس دولة ثم ولاد ثم نواب الناس كلها نحطاها كلها فهمتي تقرس السميق هنقدم يزي يزي ابراهيم اخذي الواقق تعرف اللي انت السنام فهمة زيادة في السميق تعرف السميق قداش في تونس فهمة ميزانية طو ثم زيادة في السميق ثم زيادة في السميق هرام مش كان زيادة تسمع ثم حاجات اللي طو نحن نخلتو له ونحكيو علاها خلنرجو الى القضايا الفلسطينية في علاقة بالبرلمان ونعنش كنا اطلعتو على مجلس الروب الليبي مدقلين البيان اللي خرجوا ما شوفتو البيان اللي خرجوا بشأن العدوان على غزة فهمة برشة اكيد مطالب ما في ذلك مثلا وقف الفوري للعدوان وتحية لكفة الشعوب ولكن الليفت للانتباه هو نطالب سفراء الدول الداعمة الكيان الصهيوني المحتل في جرائمه بمغادرة البلاد فورا وفي حالة عدم توقف المجازر التي يرتكبوا هذا العدو الصهيوني نطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المسندة لهذا الكيان غيرتا wary르 لا بس كيف تعلقون على هذين ماتال باسمين بالنسبة ليحنا أي مواقف مساندة القبيل شعب التونسي جادة الفقير وسلطة وشعب إن شاء الله تكون الدول الأخرى اللي هي مجاورة الفلسطين ما تسمى اللي هي ما نتمثل الإسلام تحرك تاخد مواقف والناس تنسى أنها تشبثها بالكراسي وتحط مصلحة الشعوب العربية والإسلامية هكا اليوم تشوف معناها فرصة أخرى أنه ورات الدول اللي هي عام لبنوك ولفمي وغيره وأنه حن علينا وتحب تعطينا وفهمتي كذا هذا دليل قاطع لأنه الناس هذوما كره كبير وحقد كبير تجاه الإسلاميين والمسلمين هو أنه وفهمتي كأول فرصة تضامنة الناس الكل معناها ضربة المستشفيات ضربة قتلة الصغار وكذا في المقابل حماس أنه ورات قيمة الإنسانية للناس اللي فهمتني الكبار والنساء والصغار اللي شدوهم وقاعدين يسايبوا فيهم معناها شتانة بين هذا وذاك اليوم احنا درس آخر عتاته حماس في الإسلام في السماحة الإسلامية وكتلي يا فهمتني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحروب يقول فهمتني استثنوا ما نقطعوش الجر ما نقتلوش الكبير ما نقتلوش الصغير ما نقتلوش النساء اليوم حماس بالرغم الأوجاع الكبيرة وبالرغم الضغوطات الكبيرة اليوم وراتت مسكت بالسماحة الإسلام واليوم هذا درس درس مش للكفار لا درس لشعوبنا وحكامنا العرب اليوم تونس قيادةً وشعباً اليوم زادة وراء وبالرغم ظروفنا وبعتنا مساعدات ومزلنا فهمتني معناها واحد واحنا كنواب شعب طالبنا بش زادة بش نتو قدمنا بمطلب لوزارة الخارجية موجودة في وزارة الخارجية أنا بش تقع زيارة غزة إن شاء الله فهمتني في القريب العاجل تم الموافقة كما تعرف وفد برلماني سيتوجه إلى غزة وفد برلماني إلى غزة إن شاء الله إحنا فبتني سجلنا إلى حد الآن حوالي 45 نايم اللي سجلوا وما فيهم فبتني أنا واحد من الناس ما معناها واحد قلنا إخويا تضامن مع أخواننا حتى لكام الشاكع تعدي على النواب بش نكونوا إحنا ما نشخيل من الفلسطينيين وما نشخيل من الصغار ونسالي ماتوا في فلسطين إحنا زادة مقابلين بش نموتوا معنا حتى مشكلة نحب توضيح توضيح في مشروع القانون يقول لك يقول لك المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيانة الصهيون يعني اللي بشي تعمل توفي فلسطين محتلة هكا ولا لا بشي معناها الأقليم الذي تحتله لا لا احنا نحكي سمحني سمحني بش يصير مبين فريق تونسي وفريق يمثل فلسطين ونعفو احنا جبريل الرجوع هو رئيس الاتحاد الكرة متاع كرة متاع الفلسطين ينجم يدعو فريق تونسي ولا حتى المنتخب التونسي بش يعمل لقاء ضد المنتخب الفلسطيني في رمالة هل ترى هذا يعتبر نوع من التطبيع ولا لا هكا علشان نتحذر لنا على الاقليم ثم ثانيا سؤالي ثاني أنه أنه فرضا واذا يسألناه قبل سأله لطفي ظهر لي الواحد من زمالها متاعك أنه فرضا أنه غدوا الحي في كاس العالم الفين وستة وعشرين لا قدر له تترشح اسرائيل وإحنا نكونوا مترشحين ونجيوا فاردبور ولكن مش نرعبوها هذي بس يتلعب مش بس يتلعب هنا هذي بس يتلعب في الولايات المتحدة الأمريكية ظهر لي لونك ما نلعبوش معاها ما نلعبوش معاها لا ولكن ما نلعبوش معاها لا لا سمعني قلت في الاقليم الذي تحتله يحتله الكيان الصهيوني هذا قلت وراه لا لا حتى احنا في أي وش بدناه حتى في اللجنة عديد المرات وستدعينا خبراء وستدعينا محامين وستدعينا فارد السياس هلا كي ما تعرف انت النواب معناها ما هو مش معناها فما ناس اللي في الاقتصاد وثمان ناس في القضاء وثمان ناس فهمتني احنا استشرنا احنا قلنا اي تعامل مع اسرائيل ما منوع وفيه احكام اي تعامل ولكن فهمتني نسيدي مش حتى حتى كان في الالعاب الأولمبية لاعب تونسي أولمبيا مش يكون مع اسرائيل وحضوري ينسحب ودي انت بقلت وراه في الكيان منظمات الأممية مدام تبدأ قاعد مندوب تونس في المهم متحدة وبجنبه مندوب اسرائيل وفي الناس وفي الناس ننسحبوه ننسحبوه مليونسكو من كلنا لك أنا فهمتني وين ممثلة اسرائيل ننسحبوه ننسحبوه هذا فهمتني مخذامها شوف انا كانت تسمع في الجلسة العامة الاخرانية شوف احنا كنا في الجلسة العامة الاخران كنا هذه قانون معناها تجريم التطبيع هي سياسة خارجية كنا هذه سياسة خارجية وكنا وجهنا مكاتيب لوزارة الخارجية ولرئاسة الجمهورية بشابة عش تكون يمثل وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية في المشاركة في قانون في سيخة القانون تجريم التطبيع في زيارة القانون مازالوا الى حد الان مازالوا ما بلعظونيش احنا اليوم مجلسنا واجتهدنا وجمنا الناس لنا سمحني مازالت من الجلسة قرد مكتب المجلس صالة في الأسبوع القادم تنجم تكون الى حد الان اللجنة مفتوحة قاعدين فابتنين نخدموا عليه القانون بش نكونوا كما تعرف وانتي سيلوت في سيد العارفين هو معناها هذي سياسة خارجية متاع الدولة وقعنا اجتهادنا اجتهادنا بش نكونوا كان انا زادة قلت كان بالأحرى بمجلس نواب الشعب انه يخرج من مجلس الأورو متوسطي اللي فيه اسرائيل وغيره فابتنين موجودين قبل الساعة قبل كل شيء وهذا في جلسة عامة سمحني اعضاء فيه عضو فيه البرنامان السابق انتوا ما عندكم ما جددتوش العضوية في اي مجلس اقليمي لحظة هني جيتك انا راو نحكيه وتو على قانون التطبيع قلت لك انا شنو حكينا في جلسة عامة نظرا لي اللي يقع او خرج نحكي لك على الاجاب مكتوب اللي هنا عندكم قلتوا فوق راو مزال ادبع راو مزال احنا تقولوا في الاخليم انا مزلنا نخدموا عليه مشروع اقليم احنا شنو قلنا احنا قلنا مشروع قاعدين نخدموا عليه وجهنا رسال رئاسة الجمهورية والوزارة الخارجية للمشاركة فيه سياغة معناها القانون تجريم التطبيع مع اسرائيل وما حضروش مزلوا بابطي احنا بوجهنا لهم مزلوا ما جاوبوناش نورمال مو يجاوبونا وانا متأكد خاطراني سمعت البارح من رئيسة اللجنة اه اول انو رجعت لها الوزارة الخارجية باش تبعطشكون يمثلها في مشنوة بالشعب شو سيبراهيب ارقوا احنا كنا حضروه كنواب ولا كلام مش مش نعملو لبعاظنا بيج روها قلت وما قلتش راهوا احنا كي مش نحضرو مش نحبو نوصلو المعلومة ونسمعو للترفل راهوا ديما حتى الكرونيكور وإلا الصحافي تعريش معناها سلطة رابعة الصحافي عند الدول المتقدمة الدول في كده راهوا الصحافة سلطة رابعة تسمع في البيتاش نوة كالكس يا لوتفي كالك ما تخدمش الشعبوية ولايها وما لايها وزعمش يقول كالك يا اخويا النواب هل يسكن في تونس كالك ممنطقي انا نمشي معاها فون ومش كان انا مية في المية من النواب مش مشيوا معاها في المقترح هذا باش ما نظلمو الزمالينا شفت معناك في نلقاو حل اما انك مش تشيرت قولي ها قلت ياود يا راني مازلنا مشروع قانون وراني مازلنا في البيدي وراني كانت كرونيكور عند كداش ربي يسير السين برا ايما قال حتى حد مست نواب را تشريع ما تجريم التطبيع مع اسرائي وما تبوض وخلينا نمشيونا كبداية قداش حذوذا ويمر الخاتل لا لا حذوذ ما تحكيش عليه منتوها ونقول لك الحضور قداش والجلسة مية وخمسين يتعدى بمية وخمسين وقد تتأجل الجلسة لا ما تعليش لا قد تتأجل الجلسة والله ان شاء الله ما يسير يا ربي لك لبو ربي معنا تروا معنا بشت ما تنزلش الجلسة هاسي براهي سبك الخير وانا نقول لك لا قد احتمال قاعد يقولوا قد لا يختم لا يا سيد المرية مثلا اي ما انا بشترك سوات احنا كمجلس نواب شعب مجلس نواب شعب اخذينا المبادرة في تجريم التطبيع مع اسرائيل وهذه تحتسب لاول مجلس نواب من بعد الاستقلال حانتو هتحسب ان الاخر الاحواجي هاي وانا فزدوها تو بحكاية انو خذيتو الماليو وانو فبتني مرأة وشريته جياجة خلينا من الماليو يا سيد المسيس فليم خليناش ما نتكلمه هاكا ترجعت للماليو سيمرهيم لا لا دي ما نرجع بعد مررت هون بعد مررت هون كما قلك معناه مررت هون لا اختينا بالعكس انا دافعت معاكم احنا توى الماليو انا حتيت كارجيو مو بيتابع ليش احنا توى تمروا مزلنا مخليناش حالينا نحكيو على الفلوس ما دام نحكيو على الفلوس بديتو تدرسو في قانون الميزانية مشروع قانون الميزانية اي بدينا اي وكيفش ما نتكيو بيصفة والله انا قريت كراءة سريعة فهمت القانون المالية ما فيش وحاجات كبيرة ما فيش وحاجات كبيرة ما فيش ما فيش احنا كنا ننتظروا انو قوانين تكون ميزانية قوانين ثورية تشجع الاستثمار تشجع الشباب تشجع بريسي بقات بريزو مو شوية تسجيع يمكن من البياناء على كصغار الفلاحيين على ما هيش معناها ترتقي الى انو يكون فهمت تغيير جدري مشروع ثوري سحيت انو فهمت بيش نعاودو خاتر روو تحبو لا تكره اعنا مش نتناقشو فيه بالجداء بالجداء وعندها ناس عنا ما نحكيو فيه ودي جاوة فهمت نحكينا حتى معوزيرة المالية وحكينا كنا راو القوانين هذي المشروع اللي جبتوه لا يرتقي خاطر عليش احنا اليوم تحبو لا تكره يلزم فهمها منوال تنموي جدي اه عبرتو لسيدة وزيرة المالية عن انتعاذكم بطبيعة قانون تكلمنا فيه وتكلموا برشة زملائها في الجلسة العامة وكنا راهوا مشروع القانون هذي لا يرتقي الى تطلعات الشعب التونسي واليوم فهمت ان الشعب التونسي عنده انتظارات كبيرة اليوم فهمت ما حكينا يلزم اعادة التفكير في منوال تنموي جديد باش ينهض بالابلات نحكو على جميع الاسحد غراهوا مش كان معناها الاداءات والجباية وكيفاش معناها اليوم لك كانا باش نشدوا في الجباية كيفاش نعبيوا الموارد معاش فيه اليوم يلزم اليوم الخبراء والوزارة والمجلس والناس كلها تتقدم ومش نلقاه وراهوا فهمتني نواب اخرين عشرة نواب بالقانون يتقدموا بقانون اخرين فهمتني مش راو لي جاينا صدق الله العظيم راو كيما برشا نحكو مجلس متعويوي لا رسيدي مش مجلس متعويوي والمرة الاخرى مرتين في قانون معناها متع المسارح ومتع كذا وزارة ثقافة طيحنا القانون والمرة هذه حتى كي صدقنا على قانون متع البنوك متع ب700 ألف دولار معناها من البنوك التونسية اللي هي زادة كنا الهراء والطول تالع برشا ولكن عديتوهم بعض وعديناها لكن المكرهون اخاك اللي بطلة همش يقولك عليش عديناها اليوم تم قانون تعيس قبل تعدى اللي هو فهمتني إذقع استغلاله واستغلال بمعناها شرط من الشروط شرط على العزم على الهجالة هو أنه البنك المركزي ما يسلفش الدولة التونسية ويسلف للسامسارة البنوك خدمة سامسارة تحب ولا تكره اليوم فهمتني الشعب اشتر الشعب فهمتني في الحبس على فهمتني اللي عملت لأيده لساجه على خطر مكنوه هما من سقوك اعتقوها وتنتفع بها البنوك اليوم الأزمة اللي واقعة في تونس الأزمة الاقتصادية متسبب فيها البنوك ومستسببها قانون بتاع البنك المركزي هل ايه عاملينه معناها أنا ما نسلفش كدولة ونسلف البنك وقرأوا البنك تسلفني ونولي وفهمتني نوزع معناها يمشي ما بين هذا وهذا فمتكلمناش عني سيد النائب معناها لو تمت المحاضة على نفس قانون المالية اللي جايكم من عند الحكومة ممكن يسر طيحوه هي ماش كون متأكدة الكلمة اللي سمعناها من وزيرة المالية هو أنه منفتحة على جميع قرارات ودي جاء أنا اليوم جيت في يوم برلماني جاءوا فيه خبراء أنه جابوا مقترحات معناها في قوانين أخرى ثورية وباش نقترحوها وعجبتنا أنا واحد من ناس كناية با كنت حاضر وعجبتني على الأخر كما متعل معناها الجيباية وطرح الجيباية باش ندخلوا موارد للدولة وكيفاش معناها باش ندخلوا مالفلاحة المالفلاحة الصغار عادت إدماجهم في الدورة الاقتصادية فبتي تمكينهم من قروض وميسرة ما يتوصلش معناها ما تنجنش تفوت 6 و 7% باش نعاود الناس هضومة فبتي تنتج ومعناها حتى في الأسعار متاع قبلين القموح مش مالقمح والشعير وغيره مش معناها تشريه أنت فبتي من بره بسوم وتشريه من تونسي معناها باش ما تشجعوش كذا ثم حاجات أخرى اللي ينزمنا قاعدين مش نخدموا عليها اليوم مراهو سيبنا الزبدة ولب المواضيع ومشينا لوجه في القشور عايس إبراهيم مصري لا أنا فيما يتعلق خاصة بمشروع قانون مالية كان لحظت أكيد حتى احنا طلعنا عليه وكانوا عننا زادة عدد من أهل الذكر وتحدثنا فيه ماليا منهم البارح مستشار جيبائي سي العياري أنه قادر معنا اليوم سي العياري فمزوز نقاط هامة النقطة الأولى تتعلق كونه معتها المبلغ المقترح للقروض بالنسبة للسنة القادمة يتجاوز بكثير المبلغ متاع السنة الفارطة يعني السنة دي السنة 2023 24.5 مليون دينار 2024 28 مليار دينار مليار مش مليار مليار دينار هذه النقطة الأولى النقطة الثانية فما عشرة فاصل خمسة مليار دينار هذيك بش يتم اقتراضها ولكن من نعرفوش منين يا هل ترى سئلتوا السيدة وزيرة المالية وبين تلكم عشرة فاصل خمسة منين بش تجيبهم اللي خلاتهم هكا بين القوسين تقول لك تو نشوفوا فيما بعد من مش نجيبوهم زيدا يعني أنا في نفس الإتار فإزانيها حزمة شفنا من مواردها بش خروض هذا في الوقت فعيس الدول ستعار عملوا على رواحنا عاولوا على أنفسنا كيفاش نعاولوا على أنفسنا وكيجي زينينا وقعوا كل اسلام نبدأ بسي رادي كان يحكي الفيسي العماري وعنده مقترحات ممتازة وممتازة جدا معناها هو الدي الفيسيك والأداءات وكثيرا رأوا كيف نقولوا هات نعملوا كبيرة رئيس عائلة هات نعملوا على أرواحنا أخويا ويزينا من نمشي نأخذوا قرض من البنكة ونعملوا على أرواحنا يعني بشيقع ثم تقشف وثم استغلال ما هو موجود بأتم معنى اللي كلمة هو اليوم رأوا حمل جمع عريشة هو يزم المنتاليتي العقلية بتاع الشعب التونسي تتغير لكان نحبه اليوم نحبه على السيادة الوقت رأوا مش في الفيسبوك وبالإكلام ورأوا اختار شي وضرب وليس يزم اليوم تهرب طريبي بعد شكون موجود وليس تقع اليوم أنا كي نسمع عنا حواليه الفين ومئتين موظف الجباية ما هوش الفين ومئتين هذوم ما بشي نجموا يلموا لك ويدخلوا لك الفلوس هذي اللي موجودة في السنين اللي فارت أنا قبضة قاعدة بل الشهر وبالشهرين مسكرة أضرابات ولا أنا غاضب اليوم عندك الفوسفات أنا فمتي وصلنا في وقت مية ثمانية مليون تن اليوم وفو اتنيش ثلاثة مليون تن وقتلي الأسعار اللي موجودة تاويكة في وديس اليوم أحنا كان نستغلوا مواردنا ويقع استغلالها كما هي والنحي وننساوي شوية العقلية فهمتين؟ متاع الأنانية حتى وتتسلح لهمور شوية لكن هذا رو مش بين عشية موضوحة اليوم نرجع بيك للاقتراض الداخلي رو ما عندها شمزية البنوك رو بيش تقرض الدولة ما هيش شمزية رو الناس كل يجب أن تنخرط في الدورة هذه وفي الإصلاح يجب أن الناس كل تحس بما هي موجودة أنا فهمتين كذا ورأوا هذه الفلوس التي استطرها الي وقعها تاويكة رأوا فهمتين من القانون الي يمكنهم أن يقرضوا سقيف الركاب نقرض الدولة فلوس هي مضمونة نقرض فلوس أم بانك سنترال ونسلفهم للدولة تجاه فهمتين أنا داما روحي وهذا يعليش اليوف اليوف فهمتين بنوك تنفذ علي تنتي فمه بانكة تبشي تسكر الكونت ولا متتعاملش معاه تبقى بثمانية تسعة سنين أنا واحد من الناس مشيت وقت تهزلت لهم ورقة ما تبعتش بعد عشر سنين بحثوا لي قالوا نكموسيل أنا كونت خليت فيه وقت تجي 400 دنار بعد بعثوا لي قالوا نكموسيل في 20 مليون إشني هذا مدام متعملش معك هاي متنحدش هاي متنحدش لكن تم قانون البنك المركزي قال بعد تسعين يوم ما عنداش ياكب اوتوماتيك مو هل يقولنا اليوم الزاة الخدمات متع البنكة تارش عليش لانه البنكة تصرف على الدولة وبالتالي اليوم مدى البنكة في كوفاق بنكي ولاه اقوم الدولة والدولة صوتها خافت متنجمش تمارس لغطات على البنوك باش تلغي على اقل لك الرسومات للفضيحة لان البنكة متاع تونس كيتمشي تعطي فلوس تصب فلوس تخلص عليها تاكس تتعدى قدام البنكة تخلص فلوس وبالتالي الدولة تم استضعافها من قبل لبيات البنوك لان هي اللي تسلف للدولة شكور القوة سيلوت في شكور القوة احنا ديما نحكيه دولة القانون المؤسسات انتلاق الفساد منين يبدأ؟ يبدأ من مجلس نواب الشعب بالتشريعات هو انه كما كنا نحكيه لكان انت تعمل قانون دولة القانون المؤسسات هذا هو اليوم راحنا نحكيه وراها دولة القانون المؤسسات هو استغلال القوانين معناها اللي صالح لبيات هو هذا فهمت اللي يزم يقف اليوم الدولة التونسية كما كنا يزمها تفرض لفوظها وتفرض هيبتها على الناس كل مش كان على البنوك فقط على البنوك وعلى المستثمرين وعلى الناس اللي تصدروا وعلى الناس اللي توردوا برشا خدمة تستنى فينا هذا هو فهمت اللي قلنا ان شاء الله ربي عاونا هو فهمت انا لسي كل تكون اليد في اليد نصبقوا حسن النية مبعدنا لا لي فهمت انا لضرب مؤسسات الدولة ولا لي فهمت انا لخدمة الشعبوية ثم ناس نعرفوها مرحب ثم ناس معروفة بان ولا يتطلع تهبط ولا يتغيرها لا يغيروا اللهم بقوما حتى يغيروا ما بينفصل هم صالحين لي كل زمان وما كان هم صالحين لي كل زمان وما كان وتعرف انت الناس هذومة دي ما راهوا ما عندهم شوزن يذوبوا مع الواحد برشا ناس نعرفوهم الله نبيل القروي فهمتني امير المؤمنين وراه فهمتني هذا كلمة ونعرضوها مرحبا لكن ان لم تستحي ففعل وقل ما شئت احنا اليوم موجودين في مجلس نواب الشعب نحبوا نصلحوا من اجتهدوا اصافوا لو اجروا ومن اجتهدوا ولم يصفوا لو اجروا واحد احنا عنا نية صالحة جاينا نحبوا نخدموا نحبوا نصلحوا نحبوا فهمتني كذا لك انا فهمتني ما جابناش ربي في السواب ان شاء الله قداموا ربي تحاسبوا عن نية متعة بشكرا لكل فريق التقني شهية طيبة في لامان